السلام أخياء وزدي كنت أمنى أن تكونوا بخير وعلى خير أراكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال الأحوال أحضرت واحدة وخفيفة درايفو جدا وقلت ليس لما لا نصورها حتى وأن صاحة لديك في القناة تقدرون طريقة من خسالكم كنت تتمنى أن تصابيا من هذا الفيديو وفرجوا فيه ملو وحسن الأخر وفرجة ممتعة على بركة الله بلناسبة لمكونات تحتاج الكبدة التجاج طماطم التي تحكي لك لو كنت لديكم لصوص طماط كين التحمير البزار سكنجبير الهريسة و الكمون الثومة 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 العادية هنا القزبر المعدنوس يكون مقطع بهذه الشكلة والبصلة تكون مقطع بهذه الشكلة و الحامض مصير و الملح و زيت الزيتون بالطريقة التحضير نأخذ الكاسرونة أو طنجرة نوضع فيها الزيت البصلة ثومة نجعله يتشحر قليلا ثم نزيد الطماطم نجعلها تشحر و نصدها خمسة دقائق حتى تبلينا التشحرات سوف نزيد الكبدة و الحامض مصير ثومة و الملح و كذلك التوابل و نجعلهم يطيبوا و القزبر المعدنوس و نجعلهم يتبعوا على خاطرهم على نار متوسطة بالنسبة للعزيز عليه الصوص يمكن أن يزيد بعض الماء وبالتالي الطبق و نقدمه بشكل هذا وبصحة و الراحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انتظار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر و كانت نهاية الفيديو اليوم و تمنى أنكم سيعطينا لإعجابكم إلى فيديو قادم و وصفة جديدة ليس قمت سلام عليكم